شوفنا في الـ Fourier Transformation واحدة من الـ Properties بتاعته ان احنا لما بنعمل سامبلنج في الـ Stignal بتاعتنا في الـ Time Domain الـ Fourier Transformation بتاعها الناحية التانية بـ Periodic فدلوقتي احنا بنحاول في الـ Discrete Time Fourier Transformation نحن ندفع الـ Fourier Transformation بحيث ياخد في اعتباره السامبلنج اللي موجود في الـ Time Domain والـ Periodicity الموجودة في الـ Frequency Domain فالـ Definition بتاع الـ Discrete Time Fourier Transformation بيبقى القاتي في الـ Time Domain الجزء بتاع الـ Time Domain اللي هو الـ Forward DTFT أو الـ Discrete Time Fourier Transformation بيبقى عبارة عن X of N E to the Minus G Omega N والكلام ده بنكلم على الـ Omega range بتاعها من Minus Pi لPi اللي هي range بتاع الـ A اللي هي Single Period من A من Fourier Transformation اللحظ ان احنا نفس الترم بتاعنا حطينا بدل ما كان في T بقى في عندنا N دلوقتي على اعتبار ان N دي عبارة عن NTS ونفس الكلام بزبط بقى عندنا هنا X of N بدل X of T لان احنا عندنا الـ X بتاعتنا Sampled وبقى في عندنا هنا Summation بدل ما كان عندنا Integration نلاحظ برضو ان احنا حطينا Frequency Domain Term هنا بدل ما كان Omega Capital Omega بقى عندنا E to the G Omega Small Omega Capital Omega تتحط علشان Continuous Frequency نتكلم على الـ Omega اللي هي Small Omega دي بنتكلم على ان احنا عندنا Periodic Omega يعني Omega من Minus Pi لPi وبعد كابة تتكرر بعد كده يعني لها Period twice Pi فهي محطوطة E to the G Omega لان احنا نلاحظ هنا ان احنا يعني لو حطينا Omega دي بـ twice Pi من zero إلى twice Pi تتحطينا Period اكتر من كده لو حطينا 4Pi هتتحطينا نفس القيمة بتاعت Zero و twice Pi لو 6Pi نفس الكلام يعني هي بتبقى Periodic ب Period twice Pi لاندي بتعبرنا عن Phase فالPhase من zero إلى twice Pi و بعد كده بيبقى Periodic بعد كده بيبضل لي لف بعد كده في نفس الـ Values هي هي الناحية الثانية بقى X of n بتاعتنا احنا اقول لان هي الناحية الثانية هتبقى Periodic ف Periodic معناه ان احنا هناخد Period واحدة من Minus Pi لPi بس ولفس Definition هو معادة ان احنا نحطينا هنا الـ Definition بتاعنا بقى فيه هنا n بدل t لان احنا عندنا الـ variable بتاعنا n مش t ويطلع لاندي تانية X of n بتاعتنا نلاحظ بردو نحطان احنا احنا نحطان احنا بتاع X e to the j Omega هي اكشوى ممكن نسميها X of Omega بس يعني هي لما بنحطها e to the j Omega دايما بتفكرنا ان الرينجي بتاع السمول اوميجا دا من Minus Pi لPi نلاحظ شوية حاجات على DTFT ان الـ basic DTFT بتاعنا هو عبارة عن One Period of the continuous rate transformation of the sample signal يعني احنا الوقت مش بنحسب ترانسوميشن جديد لا احنا بنحسب One Period من الـ continuous rate transformation احنا عملناها قبل كده يعني احنا لو حسبنا الـ continuous rate transformation احنا شوفناها قبل كده هنلاقي ان من Minus Pi لPi هي نفس الـ value اللي بتطلع لنا او نفس نفس الـ function اللي بتطلع لنا لما بنحسب DTFT فالDTFT مهواش نوع جديد من Fourier transformation لا دا هو عبارة عن حاجة بتحسب لنا الجزء اللي يهمنا بس في الايه في الـ continuous rate transformation لان باية الاجزاء التانية كلها شبهوا ونلاحظ برضو ان Z transformation بتاعنا اللي هو برضو معمولة علشان sample signal هو related للـ DTFT بالعلاقة البسيطة جدا دي لو انا حطيت Z بتساوي E to the J Omega دا هيدينا على طول في الـ X of Z بتاعنا اللي هو Z transformation بتاعنا هيدينا على طول X S of E to the J Omega لو احنا فاكرين Z قبل كده كنا نحطينها بتساوي او هي definition بتاع Z معنا صح كان عبارة عن E to the power S فباسيك نحطنا S هنا ب J Omega فا احنا كده كل احنا عملنا احنا اعتبرنا نفس الـ condition بتاع اللي بيربط لا بلاس بالـ A لا بلاس transform بالـ Fourier transform فورية transform لو احنا فاكرين كنا قلنا ان هو special case من لا بلاس transform لما يكون عندنا S بتساوي J Omega احنا استعملنا نفس الحاجة وحطينا Z بتساوي E to the J Omega اوكي على اعتبارا Z اصلا بتساوي E to the S عشان نربط Z بالـ Fourier transform استعملنا العلاقة اللي بين لا بلاس والفورية اوكي فباسيكلي DTFT ساعتها هو عبارة عن الـ values on the unit circle اوكي يعني هنا لو احنا بصينا على الزي هنا احنا ان المجنطب بتاع الزي او الـ radius بتاع الزي بيساوي واحد اوكي وبتاخد different phases بقى according للـ Omega دي قمانتها كام فاحنا باسيكلي كل القيم بتاعت DTFT هنلاقيها هي عبارة عن unit circle اللي كانت موجود عندنا في الزي domain فباسيكلي عشان الكلام ده يصح يعني بقى يازم unit circle بتاعتنا تبقى انكلودت احنا عندنا في الـ 4-A transform ما احنا فاكرين مفيش عندنا نبنتكلم دلوقتي علشان X of Z بتاعتنا ديت exist ولازم عشان الكلام ده ينفع نطبقه يبقى لازم الـ value بتاعت الزي ديت يعني الـ unit circle تبقى انكلودت جوه الـ region of convergence بات X of Z وساعتها لما الـ condition ده يبقى الـ values اللي على unit circle هي تبقى بالضبط الـ values بتاعت الـ A بتاعت DTFT في عندنا مشكلة حقيقة هنا يعني احنا دلوقتي تبسطنا على نفسنا كثير جدا لان احنا دلوقتي بدل ما كان عندنا continuous time signal بقى عندنا discrete signal في الـ time domain طبعا احنا عندنا مشكلة ان احنا نعمل حاجة دي على الكمبيوتر ونعمل الـ DTFT على الكمبيوتر احنا رسا استيل عندنا لانت بتاع السيجنال بتاعتنا ممكن يبقى infinite لو انا فرضا عامل سامبلز مثلا اعمل سامبلينج لـ cosine signal cosine signal دي بتبقى لها values من minus infinity to infinity هل اقدر انا اتدخل الـ values اللي هي minus infinity to infinity حتى لو كانت سامبلد وعمل الـ infinite summation دي على الكمبيوتر يبقى معنا كده انا مقدرش يبقى معنا كده لازم اكون سيدر سيجنالز بس لو انا عايز اعمل الـ DTFT على الكمبيوتر لازم اكون سيدر سيجنالز لها finite support او لها compact support فمعنا كده ان انا دلوقتي محتاج اعمل حاجة تانية بحيس انها تساعدني ان انا ايه ان انا اعمل الكلام ده على الكمبيوتر اعمل الـ Fourier transformation على الكمبيوتر بشكل يكون efficient لان الوضع الحالي رغم ان انا خليت الـ Fourier continuous form موجود في الـ Frequency domain وبرضو الـ Time domain ممكن يكون infinite الحاجة اللي ممكن تعملها الكلام ده بقى هي بنسميها discrete Fourier transformation انا مجدد كده انا مجدد هنا تتكلم عن discrete الدسكرية فقط الحاجة دسكرية فقط ما عنها ان انا بكلم على حاجة دسكرية في الـ Time وفي الـ Frequency يعني عندي ديسكريت time ودسكريت frequency مع بعض دي بتعتمد علي ايه الفكرة بتاعتها بقى ان انا لو عندي السيجنال بتاعتي periodic و sampled بتروح النهية التانية للسيجنال او للفوريات ترانسوميشن بتاعها بيبقى عبارة عن برضو حاجة periodic و sampled يدع معنى كده لو هي periodic و sampled يبقى قد انا محتاج بس يبقى عندي وان بيريد من السيجنال دي في ال time domain وقبارته ممكن احسب وان بيريد من الفوريات domain بتاعي لو بيبقى periodic و sampled يبقى معنى كده بحث بعدد محدود في ال time وعدد محدود في ال frequency يبقى كلام ده منطقي كلام ده هونك يتعمل على الكمبيوتر اوكي فال dft هم باعلا define بالضبط بكده define on whole for a transform over signal that is both discrete and periodic فعشان كده ال for a transform هيبقى discrete and periodic واحنا اكشولي لو احنا عندنا السيجنال بتاعتنا لو فرضا عندي سيجنال لها compact support بالشكل ده كده اوكي انا دلوقتي لو عندي سيجنال بالشكل ده كده كنت مضطر ان انا اقعد احسب لو انا بحث بعد definition بتاعي يعني في time domain frequency domain discrete time for a transformation بتاعي هيدي ناحية التانية continuous for a transformation يعني ال for a transformation بتاع DTFT الناحية التانية بيبقى continuous ما بيبقاش periodic ما بيبقاش قصدي sample كويس فعندي مشكلة ان انا احسب حاجة زي كده انا لو عندي مجموعة samples ومش عارف ايه اللي قابليها و ايه اللي بعديها فرضا حاجة زي كده يعني ثلاثة اربعة samples واخدهم زي ما بعمل مثلا في الدنيا كده باجي اعمل sampling quantity معينة انا بعمل sampling عند وقت معين وبنتها عند وقت تاني ما بقاش عارف ايه اللي حصل قبل كده وايه اللي حصل بعد كده فليه ما اعملش assumption بدلا ما كنت بعمل assumption انها zeros قبل كده وزيروس بعد كده ليه ما اعملش assumption انها periodic لو عملت assumption انها periodic هتفري معي كتير جدا لو انا عملت assumption ان هما zeros يبقى معنا كده لازم استعمل discrete time Fourier transformation اللي هو بيورديني الناحية التانية في frequency domain السيجنال بتاعتي او ال Fourier domain بتاعي بيبقى continuous لو انا افترضت انها periodic يبقى معنا كده ال Fourier domain بتاعي هيبقى discrete فطبعا discrete هيبقى أبساط لي كتير جدا الانواق راح سيبقى على الكمبيوتر ال definition بقى بتاعي بيبقى بالشكل الاتي دي اف تي لو ال forward دي اف تي بيبقى برعا باسمي بقى ال variable بتاعي بتاعي frequency k و ال variable بتاعي time لسه برضه k بلسه برضه n فيبقى بارعا x of n e to the minus j twice pi n k over n اوكي و k من 0 غاية n minus 1 يعني frequency range بتاعي من 0 n minus 1 بتكلم على الكلام ده انه هو n point dft اوكي يبقى هو periodic في ال time domain بperiod n وهو بيروح الناحية التانية برضه في frequency periodic بperiod n بس ال frequency نفسها بتختلف يعني frequency مش هنا زي هنا لا انا بتكلم على ال n يديد هي discrete variable انما ال range بتاعي بكام و ال actual time بتاعي بكام و ال actual frequency بتاعتي بكام دي بتبقى مختلفة شوائي اوكي فال x of k بتسوي x of n e to the minus j twice pi n k over n اوكي و ال inverse وابرة عن 1 over n summation من x of k اللي هي ال frequency domain بتاعي e to the plus j twice pi n k over n يعني هنا بس هنا بس نيجاتف ساين تختلف وفي هنا بس واحد على n محتوطة بر اوكي طبعا هنا بيعفيل x of n وهنا في x of k اوكي اعتبر ان انا عندي periodic extension من نفس ال function اوكي فهي باسيكلي احنا هنا بنحسب ال n values وهنا بنحسب ال n values اللي هما عبارة عن period of a periodic signal اوكي فدي طبعا assumption هيسهل عليها كتير جدا ان انا في الوقت الحالي مش محتاج ان انا احسب n points اوكي ومش محتاج ان انا اعمل غير n additions او يعني باجمع n terms بس في كل واحدة من ال inverse و ال forward transformation ناخد برضو فاعتبرنا حاجة مهم قوي ان دي اف تي دوت ما هواش حاجة مختلفة عن ال Fourier transformation عادي اللي هو continuous Fourier transformation ده عبارة عن حالة خاصة وهتكلم على الفرق بينهم بعد شوية تغيري فلو انا عايز احسب دي اف تي دوت بيبقى في عندي كزا طريقة ممكن احسب بيهم لو انا حسبت ال expression بتاع دي اف تي اللي احنا شوفنا ده زي ما هو كده بنلاقي ان هو بيريكواير order n square order n square معناها ان انا الحسابات بتاعتي بتزيد مع ال n اوكي بطريقة تربعية اوكي يعني الكرف بتاع ال computer لو انا بحسب مثلا فرضا الحسابات بتاعتي بتاع n بتساوي مثلا 100 وخليت ال n دي بتساوي 200 اوكي الحسابات بتاعتي مش هتزيد يعني بدلا ما هي كانت 100 كانت مثلا رقم هتبقى الضعف لا مش هتبقى كده ده هتزيد اربع مرات لو n زادت بالضعف يبقى معنا كده الحسابات هتزيد باربع مرات اوكي دي ضبع متفرم معي لان انا في احوال كتيرة ببقى عندي الحسابات بتاعتي ممكن ان انا اكون بجرب حاجة في رينج صغير وبعد كده عايز اخد الحاجة دي مسلا عملها implementation في embedded hardware وال embedded hardware دوت ممكن يبقى محتاج ان هو يعني يبقى برضو الحسابات بتاعته تبقى الى حد ما محدودة اوكي فبتفرم معي جدا ان انا ال order بتاعي ده كام لو انا عملتها بحاجة اسمها ال FFT FFT ده عبارة algorithm بياخد ال DFT ده ويعمله بطريقة بحيث ان هو يريكوير حاجة يعني في الريج بتاع order n log n n log 2 لان log 2 ده معناها log للأساس 2 لو عندي مثلا هنا 8 log 2 يبقى معنا كده log 2 بتاع 8 ده بيساوي 3 يعني عشان 2 قص 3 بتساوي 8 اوكي لو احنا بنكلم على الأساس E كان بيبقى log E كذا انا بنكلم هنا على الأساس N اوكي فلو بتكلم مثلا هنا انا بحس بفرضا N square ال N بتاعتي هنا بتساوي مثلا 1024 1024 معناها انا عندي الحسابة بتاعتي يتبقى 1024 في 1024 اوكي هنا يعني هتبقى constant في 1024 في 1024 هنا هيبقى بدلا ما هي 1024 في 1024 هتبقى 10 اوكي فانا اتخيل بقى الفرق ان فيه 100 ضعف للكمبيتشنز بين هنا وبين هنا اوكي الحاجة اللي احب ان انا اكد عليها بس ان هما DFT والFFT هما الاثنين بيحسبوا نفس الحاجة اوكي هما الاثنين بيحسبوا نفس الحاجة بالزبط يعني لو انت مثلا روحت على متلاب واستعملت DFT او استعملت FFT مش يتفرق معاك انت عادة بتحسب حاجة صغيرة مش بسعمل حاجة عشان تبقى الوقت ففي الاخر هما بيحسبوا نفس الحاجة بس تبقى عارف ان الFFT اذا اوكي عادة N بس العادة N ده هو عبارة عن period يعني عبارة عن يعني خدتنا واحدة من period سيجنال بتاعتي وهي دي اللي بعمل لها DFT طب دلوقتي لو احنا عندنا signal X واعتبرنا periodic of period N هي بتروح برضو لDFT بيبقى periodic period N حرما لنحنان بعد فما نتكلم على n نحن لنحل عادة فنحن حساب فنحنوا اي frequency في النص لو كيه هنا بتسوي 1.5 مش 1 ولا 2 ما داشت ان انا حسب لها ال frequency component بتاعتها بتسوي كام فباسيكلي احنا عندنا يعني ال number of frequency components بتعتمد على قيمة ال N دي بتسوي كام لو انا صغرت ال N دي او كبرتها اللي بيحصل ان هي بتغيري resolution بتاعت ال frequency domain بتاعي بيسوي كام يعني بدل ما بقدر اجيب مثلا frequencies معينة ممكن اقدر اجيب frequencies ثانية لو فرضا خليت ال N بتاعتي دي بقت الدبل يبقى معنى كده دلوقتي ال frequency components بتاعتي بقى resolution بتاعتها الضعف لو ال N دي بقت النص يبقى معنى كده لا ده resolution بقت اوحش resolution بقت اقل فمعنى كده ان انا ممكن اتحكم في resolution بتاعت ال frequency domain اللي انا بحسبه باختيار ال N بوينت بتوعي دول بكام طبعا احنا عندنا حاكتين ممكن احنا نقدر نعملهم الحقيقة ان احنا يا اما لما احنا بنعمل سامبلنج للسيجنال بتاعتنا X of N نختار ال N انها تكون كبيرة شوية احنا عشان نحاول نحسن ال resolution بتاعتنا اللي هنا دي نكبر ال N عشان نصغر السيجن بتاعتنا اللي هي السيجن بتاعتنا عبارة عن twicepi على N لان كده يعني ما اخضز زير 1 2 3 لغاية N-1 فالسيجن بتاعتنا عبارة عن twicepi على N فكل ما كبرت n كل ما الستيب بتاعتي في الفريقونسي صغرت فمعنى كده ان الاسبكترم بتاعي او الفريدومين بتاعي بقى الريزولوشن بتاعته او الستيب بتاعته بقت اصغر لان انا بعتبر الفريقونسي دومين ده احنا بنعمله سامبلنج بالستيب اللي بقى لك عليه ليه twice pi على n فيا اما نحنا ناخد عادة اكبر من النقط يعني n capital تبقى كبيرة شوية فده يحسنننا على طول الريزولوشن يقام بقى ان احنا ممكن نزود الريزولوشن بان احنا نزود لو احنا ما عندناش انا اخدنا خلاص مثلا 100 نقطة واحنا عايزين الريزولوشن مقابلة لمتين ممكن نعمل حاجة بنسميها padding with zeros يعني نكبر عدد السيجنل في ساعتنا n دي نحنا نزود مجموعة اصفار فوانسا ان احنا زودنا مجموعة اصفار احنا باسيك خلينا السيجنل بتاعتنا ال n بتاعتها تكبر فمعنى كده الستيب بتاعت الفريقونسي بتاعتي بقت اي بقت اصغر يعنيierzvais بقت احسن اوكي فطبعا احنا السيجنل بتاعتنا زي ما اتفقنا احنا بنسمبل من وقت الوقت تاني اوكي احنا قلنا ان السيجنل بتاعتنا دي احنا بنأسيوم ان هي بريوديك بنفس البيريود دي هي فعلا مش بريوديك فعلا يعني فلو زودت عاليا مجموعة اصفار اوكي هي مش هتفري معايا حاجة حقيقاتا السيجنل بتاعتنا اللي انا قسمها هي موجودة زي من هي الاصفار الموجودة دي مش هتعمل اي حاجة اكتر من هي تحسن لنا الـ Resolution بتاعتنا في الـ Frequency Domain فالـ Padding with 0s دوت ده بيساعدنا ان احنا نحسن الـ Resolution في الـ Frequency Domain من غير ما يؤثر اي حاجة على الـ Time Domain signal بتاعتي فهنشوف الكلام ده في مثال كده علشان نقدر نحن نفهم الكلام ده بيتعامل ازاي بالزبط ده مثال يورينا 0 Padding بيعمل ايه بالزبط بيساعدنا الكود الموجود هنا بتاع ماتلاب ده ممكن انقله بالزبط زي ما هو كده وانشغله على ماتلاب هيشتغل يطلع لنا الـ Figures دي الـ Original signal بتاعتي اعتبر ان هي عبارة عن مجرد هي عبارة عن بلس اوكي عبارة عن حاجة شكلها كده بتبقى وحايد من 0 غاية 15 وبعد كده اصفار غاية 32 اوكي لو انا اعملت 32.FFT هيطلع لي الـ Resolution بتاعتي شكلها عامل كده يطلع لنا وفروط طبعا هنددها دي شكلها عبارة عن gate فمفروط طلع لنا الناحية التانية تبقى Sync اوكي في الماجينتوب بتبقى Sync طبعا بيداخد Absolute Value بتاعها يعني مجرد بدل ما هي بتبقى الـ Pulse اللي هي الـ Lobs دي بتبقى negative بتبقى positive لازم كلها تبقى positive فمعنى كده Resolution بتاعتنا هتطلع كلها عاملة كده بالشكل ده كده شكلها يعني فعلا يعني الشكل فعلا مسافة كبيرة بين كل واحدة والتانية انما لو انا عملت 128.FFT اللي بيحصل هنا ان انا بزود او بزود بعمل Zero Padding بمقدار 128.32 يعني خطيت بالضبط كده 96.0 لما بحط 96.0 الـ Resolution بتاعتي بقى في Frequency Domain هتلاقى ان Sync نفسها هي هي بالضبط كويس بس بعندي نقاط كتيرة جدا 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 بعندي اربع اضعاف النقاط اللي كانت موجودة هنا في الجزء الاولاني دوت في المستعملت 32.FFT حنلاحظ ان نفسه اللي هو موجود في MATLAB بيسمح لنا نحط عدد النقاط يعني هو دوقتي بيعمل FFT لو عملت FFT كده هو بياخدها نفس عدد النقاط إنما لو حطيت معها رقم اوكي والرقم ده انا حطه انه هو يبقى اكبر هو بياخد X دي ويحط لها اصفار لغاية لما يخليها بالرقم الـ N2 وهو 128 ويحصل بعد كل FFT اوكي فمعنى كده هنا نفس النقطة بالضبط يعني لو شفت النقطة اللي هي عندي 0 دي نفس قيمتها موجودة هي هي ونفس النقطة دي هتلاقي نفس قيمتها موجودة هي هي بس بقى في بينهم بدلا ما كان مفيش بينهم حاجة لا بقى في بينهم كذا نقطة كمان انا حسبتوهم يعني في هنا نقطة كتيرة حسبتها في النص بين الاثنين دول وبعض اوكي الـ Code اللي انا حطه هنا دوت هنا بستعمل حاجة بسميها FFT لو احنا عملنا FFT بس وخلاص كده ورسمناه اوكي هنلاقي ان احنا هو اكشو بعتبر ان الزيرو هو الزيرو هنا زيرو فريقونسي هو الزيرو هنا فزيرو فريقونسي معنى كده يحط لي النقطة دي تبقى هي الزيرو اوكي فتلاقي النقطة دي مرسومة هنا كده وبعد كده بقيتها هنا محطوطة جنبها ناحية تانية فتلاقي شكل السيجن الغريب شوية عشان احنا متعودين ان الزيرو بقى في النص بعمل FFT Shift بشفت الـ output بتاع FFT بمقدار N على 2 فعشان كده بيطلع لي الـ 0 Frequency بتاعتي في نص الـ A احب الناس تجرب برضو الجزء ده ان هي تجرب تحط يعني ترسم FFT نفسه وترسم FFT Shift of FFT وتشوف الفرق بينه معامل ازاي فاللتين دي حاجة مهمة قوي وناخد برنا من حاجة مهمة برضو نحنا بنيجي بنرسم الـ output بتاع الـ FFT اللي هو نفس الـ output بتاع الـ DFT هم طريقتين لحساب نفس الحاجة بارسم الـ Absolute Value لان الـ output بتاع الـ DFT بيبقى Complex Numbers فـ Complex Numbers دي ما اقدرش ان انا ارسمها وخلاص كده لان هي لما بتترسم لازم ارسم ياما الـ Absolute Value بتاعها اللي هو Magintude ياما الـ Face بتاعها اللي هو الـ Angle بتاعتي ما اقدرش ان ارسم ايه ما اقدرش ان ارسم الـ Complex Numbers زي ما هو مفيش اي طريقة تخلينا ارسمها على طول زي ما هو كده هنتكلم احنا الوقتي على الجزء بتاع الـ Phase اللي موجود في الـ DFT زي ما اتفاعل الـ output بتاع الـ DFT بتاعنا هو بارة عن مجموعة من الـ Complex Numbers بيبقى Complex Numbers هي معنا كده ان كل واحدة لها Magintude ولها Phase احب ااكد وحاجة مهمة جدا لازم كلنا نبقى اخدينها في اعتبارنا ان الـ Phase ده في غاية الاهمية يعني الـ Phase Component ده محدش استهم بيه محدش نفتكنا احنا عشان بنرسم دايما المغنيتود يبقى الـ Phase ده مش مهم لا ده الـ Phase ده is just as important as magnitude in the E-DFT يعني احنا لو احنا فاردة نجبنا سيجنال وعملنانا فورية ترانسوميشن اوكي وشلنا الـ Phase بقى الـ Absolute Value بس هول موجود او المغنيتود بس هول موجود مش نعرف نرجع التاني للسيجنال بتاعيه اوكي فلما انا باجي بعمل تايم شيفت لو احنا فاكين في الـ فورية ترانسوميشن كنبي بيبقى نزود E to the J Omega Tau يعني احنا عملنا shift بتاو اوكي الكلام ده بيقابل linear phase linear phase معناها تغيير في الفيز بشكل linear لان انا دلوقتي تاو دي عبارة عن linear function في اوميجا يعني بيزيد مع الاميجا بشكل linear فمعنى كده ان انا لما بعمل phase shift ده بيزود لي على الفيز بتاعي linear phase اوكي بيحصل لنا حاجة مسميه phase wrapping الفيز wrapping دي بيحصل لما يكون عندي large shifts لو عندي الفيز بتاعي عدد twice pi احنا عارفين يعني range بتاع الفيز عددت من minus pi ل pi اوكي لو احنا فرضا قلنا ان احنا nice pi دي او positive pi دي بقت مثلا 1.5 pi 1.5 pi هي بالنسباله حاجة مقابلة ل-.5 pi لان احنا باسيك اللي عندنا بنتكلم عن احنا من الفي حوالين circle اوكي فلو انا فرضا لفيت في positive direction اوكي بقى في عندي positive pi لو انا عديت positive pi ده بقت في مكان 1.5 pi اللي هي نفسها مقابلة لمسلا minus .5 pi اوكي بقى عدد منسلينه Wrapping وعندها ان احنا باسيك اللي لفينا من اتجاه ودخلنا في الاتجاه التاني اوكي نقدر نعمله حاجة اسمها unwrapping كي نقدر نشوف لو فى عندنا linear function of phase نشوف هتبقى عاملة ازاي في عندنا برضو كود ممكن احنا نبص عليه انا عامل اكس بتساوي قيمة معينة لها قيمة معينة وبحسبها الفوريات بتاعها ونشوف ايه شكل الفيس بتاعها في الحالتين. هنلاحظ ان الاكس بتاعتنا الاكس انا عمل انها كلها زيروس كويس. وحطي تطلق هنا اه فانكشن كده يعني برا عن حاجة شكلها كده انها تريانجل كده في الاي من حداشر لخمستاشر يعني ما هياش سنترد حوالين الزيرو. نشوف شكل الفيس بتاعها هيبقى عامل ازاي اه بي ومن غير الايه الفيس اونرابنج. اه لو بسيت على شكل السيجنال بتاعتي شكل السيجنال انا عملت شكل السيجنال عامل كده ده الشكل السيجنال الاولانية خارصة هوا انا خدتها من غير من غير اصلا اي يعني من غير اي شفت كويس. ولو عملت لها شفت هيبقى شكلها عامل كده كويس. لو رسمت دية بتيها بتاعها هيطلع عامل كده. ولو رسمت الفيس هيطلع عامل كده زي ما احنا شايفين كده الفيس بيطلع وينزل من من ناقص باي لبي. ناقص تلاتة اربعتاشر لغاية بلاس ثلاثة واربعتاشر. اوكي? فلو انا سبتها زي ما هي كده شكلها مش موحي خالص ان انا عندي لينير فيز. لو انا عملت لها ان رابنج يبقى معنا كده لاقي ايه? هلاقي عندي الخط اللي كان موجود هنا الجمب اللي كانت موجودة هنا عندي من ناقص باي لباي دي هو بياخد باله من الجمبز دي ويبتدي يزبط الفيز بحيس ان هو يبقى ايه? يبقى ماشي مستقيم هيزهر لي الفيز في شكله الحقيقي. لو انا فرضا خدت نفس البرنامج اللي انا كنت كتبه ده وزودت زودت الشفت شوية طبعا احنا عندنا زي ما احنا فاكرين الفيز نفسه اللي بيتضاف لنا هو عبارة عن اوميجا تاو. تاو دي دي لي. اوكي? فكل ما زودت التاو كل ما كانت دي لي بقى الانير فانكشن بتاعته ستيبر. اوكي? فهنلاحظ ان احنا او عملنا الفيز بتاعنا او عملنا الفانكشن بتاعتنا خليناها دي ليت بمقدار اكبر. هلاقي نفس الماجتود هو هو ما يتغيرش اي حاجة خالص. هنلاقي تغييرات الفيز بقت اسرع بكتير. لما بعمل لها هنا انرابين بلاقي ان متش ستيبر لينير فيز بقى موجود. يعني شايفين بتاعنا هنا بيوصل اقصى حاجة مثلا 13 14 حاجة زي كده. هنا بنتكلم على ان الفيز بيوصل لنا 70 80. اوكي? فبيطلع لنا ستيبر لينير فيز. فكل الاحوال الحاجة المهمة اللي احنا ناخد بالنا منها هنا. لحنا لما نيجي نرسم الفيز يستحسن نعمل انرابين. فيه فنكشن في متلاب بسمع انراب. اوكي? دي على طول بتعمل لي الكونورجن من الحاجة اللي فيها رابين دي للحاجة اللي فيها انرابين. اللي في حاجة اللي هي ما فيهاش رابين. اوكي? فدي طبعا بتبقى فيهاندي لما نبص على فنكشن زي كده ونحاول نتكت ديلايز بين بين سيجنال زي بعضي. واحدة من الحاجات المهمة اولي بتفرق لي في على عنى عنى عن dislocation يج advertive مسل Powكلية لا. هي جزء التصوير نحن نراه قبل كده في دي شود في رابينين التصوير وفي العدلي الاص Instagram كنا بنسميها الانствуقية. الان على przeEtca الانكس التصوير أدوت كنا بنحسبه لو احنا فاكرين لو احنا عندنا guru time domain практически كنا بنحسب ونحجل لنا بناخد اعنى نعمل اعنى الان في هادке. ونحكة واحدة فيها بنعمل رابين حول دين mates نحريه طوح للاح نحسب نحسب القيمة بتاعتها في ال time domain او كنا بنستعمل ملتبليكيشن في ال frequency دوين عشان نحسبها مباشرة بطريقة ماتش مور افشيينت بنستعمل طبعا فيها convention property بتاعت الفوريت ترانسوميشن طبعا احنا عندنا هنا في الدسكريت فوريت ترانسوميشن عندنا مشكلة اساسية ان احنا دلوقتي عملنا حاجة في السيجنال الحاجة دي ما كانتش موجودة قبل كده في الكيسز اللي قبل كده الحاجات اللي كانت موجودة عندنا في الكيسز اللي قبل كده هنا كان السيجنال بتاعتنا ما كانتش بريوديك كانت ايه بريوديك؟ ايه بريوديك؟ معناها نعمل ASS انفنانيتي الانفنيتي وباسيكلي ما عنديش يعني السيجنال بتاعتي لو هي حتى لها فانايت سابورت كان السيجنال حوالها زيروس من جميع الاتجاهات ما كان ايسيجنال في جنبيها بريوديك اكستنشن منها فالمشكلة المشكلة عندنا تقوم باريوديكي السيجنال دي لو انا عندي فرضة باعمل بسيط جدا بين مثلا سيكونس عبارة عن 4 نقاط وسيكونس تاني 5 نقاط مثلا يعني اوكي ده مفروض لو احنا كنا فاكرين قبل كده لما كنفولف 4 نقاط مع 5 نقاط بيطلع لي مثلا سيكونس طوله مثلا 9 نقاط المشكلة في دي افتين هو بيأسيو من الاربع نقاط دي لها بريوديك اكستنشن بريوديك اكستنشن معناها ان بعد الاربع نقاط دول او انا خدت الاربع نقاط زي ما هم كده هي بتزبط عبارة عن بريوديك سيجنال فمعنى اذا لم احسب التطريقة المعتادة لها هي theoretical method في time domain هلاقي ان انا باسكلي شايف ان واندي سيجنال في كل الماكن قبل اسيجنال وبعد اسيجنال لقاء апرنتي شايف نفسل حاجه انا خالص يعني باسكلي باعتبر انان انا فيه بريوديك فياستنشن من السيجنال فكده كده فكل الاحوال lots with a flip او باجي ارفلك الاسيجنال الثانية واضربها فيها بلاقي ان دايما بيحصل ان السيجنال بتاعتي بيباع لها قيمة عمره متوصل صفر آبدا فبعنا كده بتحسيب لي حاجه مختلفه عن الحساب اللي انا كنت متعود عليه في الانير كونفوليوشن الحاجه اللي انا بحسيبها اكشوالي باسيكلي اللي فيها السيجنال اوتسايد الان بوينت بتاعتي اس نوت زيرو اوكي بتبقى بريودك اكسنشن من الان بوينتس الاصليين بتوعي اوكي بنسميها السيركولار كونفوليوشن سيركولار كونفوليوشن معناه ان دلوقتي السيجنال بتاعتي اكناه مرسومه على دايرة كويس وانا لما باخد قبل الدايرة دي او بعدها قبل بدايتها او بعد نهايتها باخد نفس القيم اللي موجوده في الدايرة تاني اوكي فبحسب قيمة مختلفة بحسب حاجه مختلفة غير اللينير كونفوليوشن اللي انا اعيزه فالفكرة دلوقتي بقى احنا دايمت بنحتاج اللينير كونفوليوشن سيركولار كونفوليوشن بنسبالنا مش مفيد احنا لما كن نكون بيناكلم على كونفوليوشن عشان مثلا نحسيب الاوتووت بتاع from the linear time invariant system نحن 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 نحتاج الـ circle convolution ده خلصا أنا مش عايز أسيوم أن أنا عندي periodic signal في الـ input و periodic signal في الـ output فاندلوقتي اللي عايز أعمله إن أنا أخذ الـ DFT وحاول أنا أخلي الـ circle convolution اللي بيطلع منه يبقى equivalent to linear convolution فهنشوف الكلام ده بيتعامل إزاي لو أنا عندي X و H اللين في بتاعهم M & K لو أنا مش بكلم بقى لأنها سيبقى بالـ Fourier Transformation خالص الـ output بتاعي هيبقى في الـ range أو هيبقى النقطة بتاعته M plus K minus 1 لو احنا فكرنا كده نحن ناخد واحدة فيهم وبنعملها reflection ونقعد نشوف الـ overlap between two signals هلاقي إن أقصى حاجة ممكن أن أنا أوصلها تبقى فيها overlap هيبقى M plus K minus 1 فباسيكلي كنا بنعمل يعني لو احنا عايزين بقى نحسب الـ linear convolution بتاعهم أوكي هنكمبيوت الـ DFTs of X of K اللي هو X و H of length L أكبر من أو تساوي N يعني معنى إيه؟ معنى إن إحنا ناخد كل واحدة من النقطة دي كل واحدة من X و H هعمل لها zero padding للـ length يبقى أكبر من الطول اللي أنا متوقع أن يطلع لـ convolution فيه أوكي أوكي وبعد كده بعد ما حسبت لهم الـ DFT أو الـ FFT بتاعهم أوكي بضرب بقى الـ A two DFTs وبعد كده بعمل inverse A DFT يعني الفرق الأساسي اللي أنا بعمله هنا علشان أطلع الـ Linear Convolution من الـ Circular Convolution إن أنا بعمل zero padding لعدد نقط كبير كفاية إن هو يبقى أطول من الطول بتاع الـ A بتاع الـ Convolution اللي أنا متوقعه لما أنا بعمل كده يبقى معنى كده لما رفلكت وأحرك الـ Two Sequences Relative هلقى إن في عندي zeros اللي أنا حطيتها دي هتبان لي فتحسب لي بضبط أو تحط لي الـ End بتاع الـ A بتاع الـ Convolution بتاعي ويفرقها عن الجزء اللي كان فيه الـ Periodic Extensions فمعنى كده الـ Periodic Extensions مش هتأثر معي خلينا نبص على الكلام ده تاني كده إحنا هنكمبيوته DFT بس بعد ما نعمل zero padding لعدد أكبر من N ده نضرب الـ Two DFTs وبعد كده نحسب inverse DFT نشوف الكلام ده عملي ده برضو الكود بتاعنا وأنا هنا في الكود ده هجرب حاكتين هجرب نحسب الـ Circular Convolution بكام يعني مش هعمل zero padding خالص وهعمل zero padding وهنشوف الفرق بين اللي تنا عمل ازاي أول حاجة اعتبر السيكونس الأولين بتاعي شكله عامل كده عبارة عن أربعة وحايد والباقي كله صفار السيكونس تاني عبارة عن وحايد يعني طبعا يعني بقى كني بقى عمل U of T مثلا او يعمل U of T عندي pulse عبارة عن شكلها عامل كده عبارة عن 16 واحد يعني أربعة وحايد مع 16 واحد حسابت الحاجة المزبوطة مفروض ان تطلع لي حاجة شبه كده لان انا افتكر كده كنت باخدده وعمل له وابتدي بقى حركه واحدة واحدة كده فيبقى في عندي اوفلاب zero وبقى اوفلاب واحد واثنين وثلاثة واربعة وانس ان يبقى في عندي اربعة يبقى معنا كده يطلع كله زي بعضه لغاية لما اوصل لغاية الاخر وبعد كده يبقى يبقى في ثلاثة وبعد كده اثنين وبعد كده واحد فأصدق لي حاجة شبه عام كده فتاق الشكل المزبوط لو انا عملت خارجة المزبوط يعني حسبت ال amd وضربته في d eft زيما هم كده هتلعي لذين تم بتاع خارجة خارجة حاجة غير اللي انا كنت عايزها اكيد دي مختلفة عن هذا الشئ الصحي انما لو انا اخذت نفس الحاجة وعملت لها بعد بان تبقى اكبر من دي زائد واحد اكبر منها يبقى معنى كده ايه معنى كده انا ساعتها فعلا هيتطلع لي حاجة تبقى مورو الاس شكل الحاجة المزبوطة طبعا انا عندي الطول هنا ده طوله 16 يعني فيه عندك 16 واحد وده طوله اربعة اربعة معنى كده ايه الطول بتاعي بتاع نتيجة بتاعي 16 زائد 4 زائد واحد يعني كم؟ يعني 21 لو انا خدت 32 خدت انا بتسوي 32 يبقى بالتأكيد اكبر اوكي فانلاقي فعلا ده اللي حصل لنا اوكي لان احنا فعلا احنا خدنا طلع لينا فعلا circle convolution بشكل مزبوط فهنا انا عملت circular convolution يعني خدت دي اف تي بتاع ده زي ما هو ودف تي بتاع ده زي ما هو وضربتهم في بعض وحسبتهم الامبرس طلع ليه ده لو انا خدت ده بادت بزيروس لغاية 32 وده بادت بزيروس لغاية 32 وخدتهم دي افتين الاثنين وضربتهم في بعض وحسبتهم الامبرس يطلع لي circle convolution هو المزبوط اوكي اللي هو linear convolution المزبوط اللي هو ايه موجود عندي في الرسم الاخرانية ده اوكي فنبسع على الكود ده وردو نجربه لان فعلا ساعات كتير اول ما راح ديجرب حاجة بيدي يقدر يفهم الحاجة دي اكتر شوية ده جزء مهم قوي لان احنا linear convolution حاجة مهمة جدا ولازم نعرف ازاي ان احنا نقدر نحسبها بالDFT الاخر بقى نحاول نحاول نحط ال different forms of Fourier transformation كده مع بعض عشان نشوف ايه الفرواب بينهم احنا في عندنا time variable ممكن يكون عنده اما continuous او اما discrete نفس الكلام بالنسبة للfrequency اما continuous او اما discrete لو انا خدت time بتاعي continuous يعني signal بتاعتي continuous time signal وكان الfrequency اللي انا محتاجه ان انا عايز احسابه كان continuous frequency يعني signal بردو او continuous frequency spectrum يعني فاللي بنستعمله وساعدتها يبقى continuous Fourier transformation ده الفورميلا احنا شوفناه في الاول خالص under Fourier transformation بس لما قولك Fourier transform يبقى هو ده continuous Fourier transform ده المصد جنرال فورم وباسيكلي اي فورم تاني هنالك منه لو انا خدت time بتاعي continuous والفريقونيس بحتي ال discrete بيطلعنا حاجة اسمها discrete Fourier series دي بنشوفه اكتر في الماثماتيكس لما احنا كنا بنعمل بناخد هارمونيك سيجنال او سيجنال بريودك سيجنال ونعملها اكستنشن in terms of fundamental frequency و هارمونيكس دي مش مفيدة او بنسبلنا في ال Frequency او في ال DSP بس اكتشوى لها بعض ال applications في الماثماتيكس ممكن يبقى لها بعض ال applications في الماثماتيكس فديبتو بال discrete Fourier series لو احنا بصينا كده هي عبارة عن من ال continuous Fourier transform على بريودك سيجنال هيطلع لي ال output بتاعي هو discrete Fourier series طيب لو كان عندي time بتاعي discrete اوكي وال Frequency domain بتاعي continuous لو هي discrete يبقى معنا كده في ال time discrete يبقى معنا كده في ال Frequency domain هتكون ايه؟ هتكون periodic لو هي periodic في ال Frequency domain يبقى بكلم على ان انا عندي بحس بريود واحدة بس منها زي ما احنا شفنا النهاردة في discrete time Fourier transform ده بيبقى continuous في ال Frequency بس بيبقى periodic برضو اوكي بس تيل برضو في ال period ودين ال period يبقى بيبقى periodic بيبقى continuous يعني معنا ان ال Frequency كلها بتبقى continuous ما بتبقىش discrete لو انا افترضت بقى ان انا عندي السيجنال بتاعتي time يعني discrete for time وانا عايز احساب discrete Frequency يعني عايز احساب Frequency ما هيش continuous يبقى معنى كده بستعمل discrete for rate transformation يعني في الحالات دي بقى بيبقى بتبقى both discrete عشان تبقى هنا يعني هي discrete في ال time فهتبقى periodic في ال Frequency وعاي discrete في ال Frequency بقى معنى كده تبقى periodic في ال time فانا بقى احساب هنا ان عندي both time و Frequency discrete و periodic دي الحالة الوحيدة الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها على يعني واحدة من الطرق بتاعة for rate transformation اللي احنا بنقدر نحسابها على الكمبيوتر مفيش اي واحدة من الطرق التانية دي نقدر نحسابها على الكمبيوتر نقدر نحسابها بادينا باناليتكلي كده نطلع expression و حاجات زي كده اي واحدة من دول طالما فيها continuous واحدة من ال variables يبقى معنى كده ان انا في عندي domain ما ادرش ان احطه على الكمبيوتر اي domain continuous او continuous frequency variable ما ادرش ان احسابه على الكمبيوتر فهو ده عبارة عن ده الطريقة الوحيدة او الحاجة الوحيدة في ال free transform لانا انا قدر عملها على الكمبيوتر طبعا دي تاني زي كل الطرق التانية دي تاني عبارة عن special case من دي لو انا خدت ال continuous free transformation وعملت له application على سيجنال periodic و discrete هو باسيكلي هيتطلع لي في الاخر حاجة شكلها كده هيتطلع لي بس من نفس الحاجة اللي هيتطلع لي ان انا هيتطلع لي بقى من نفس الحاجة اللي انا شفتها في الايه في ال discrete free transformation انا هنا بس بأكدر من ال time وبتروح لي ال one period في ال frequency فهي عشان كده very efficient فدي تاني دي الحاجة الوحيدة اللي انا قدر احسابه على الكمبيوتر الحقيقة الجزء بتاع ال discrete free transformation ده جزء في غاية الاهمية وهو الحقيقة جزء يعني معنى كده ان احنا محتاجين ان احنا نجرب على الكمبيوتر اكتر احنا الترانسوميشن دوت ما اتكلماش على وما اتكلماش على ال properties لان هي باسيكلي نفس الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده ما فيش اختلاف يعني الترانسوميشن بس انا دلوقتي بستعمل بقى الكمبيوتر عشان احساب الكلام ده كله فالproblem assignment دي احنا محتاجين فيها ان احنا نقض على الكمبيوتر ونشتغل ب matlab وبنصح الناس انها تجرب ال examples اللي موجودة في المحاضرة وتتغير فيها شوية بحيث انها تقدر تفهم ال concept نفسه وتتأكد انها يعني فهم التغيير جاي ازاي وتتوقع التغيير قبل ما تغير فالجزء ده مهم جدا في التطبيق على projects اكتر من تطبيق على مساءة تتحل باليد موسيقى